اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما قلت اليوم عاد جديد من خمسة إلى خمسة لنحاولوا فيه نتكلموا على أهم ما يحدث في الصحة السياسية وما سمي بمحاكمة القرن لتم طي صفحتها لحسب الصحفة الوطنية والكثير من المراقبين هذا الأسبوع معنا على البلاتو المناظر السياسي سامير بن العربي مرحبا بيك مساء النور معنا في البلاتو كذلك الأستاذ باللعلة توفيق مرحبا بيك محامي شكرا على هذه الاستضافة العفو معنا عبر الهاتف حسن فرحاتي ممثل عائلة المختطفين مرحبا بيك حسن أهلا بيك ومساء الخير مرحبا بيك شكرا على قبول دولة حسن دولة شكرا على قبول دعوة حسن فرحاتي ونستقبله بعد لحظات كذلك الصحفي حسن مولي اللي رايح يلتحق بناكن بن مرمى بدو الحصة سامير بن العربي كما قلت تم إطلاق صراح جنرال متقاعد توفيق محمد مديين وتمت تبرئة المتهمين الأربعة فيما سمي بقضية المؤامرة ومحاكمة القرن كما قلت كيفش يعني انت هل كنت تنتظر هذا النوع من الحكم وهل كنت تنتظر إطلاق صراحة توفيق بسم الله الصلاة والسلام على سؤال الله مساء الخير شكرا لكم على الاستضافة تحية المتابعية راديو آم وكل مشاهديها نقول لهم سنة سعيدة كل عام أنتم بخير الله يرفع لنا هذا الوباء والبلاء إن شاء الله وتعالى ورب يرزق الجزائر والجزائرين أمنوا الاستقرار نحن كنا ننتظرون بدو سنة جديدة بأخبار مفرحة أخبار سعيدة ولكن بدناها اليوم بفقدان أخ وصديق شريف رزقي رحمه الله ونهزي عائلته وعائلة الخبر وعائلة الأسرة الهلمية أيضا بدناها بأخبار سيئة في مجال انتهاك حقوق الإنسان بالأمس أستاذة دليلة في مستغانم يتم إداحة بسبب تهمة إهانة هاي النظامية والمساس بالوحدة الوطنية ونشر منشورات واليوم أيضا نفاجأ بخبر الحكم على وليد كشيدة بثلاث سنوات سجن حنا كنا ننتظروا أنه سنة 2020 تكون سنة التصالح مع الشعب سنة العفو عن الحراكيين وإطلاق صراح كل المعتقلين المتهمين بتهم ليس لها أي وقائع وأي دليل إطلاق صراح الصحافة الجزائرية إطلاق صراح الصحفي خالد درارني إطلاق صراح رشيد نكاز إطلاق صراح المعتقلين الأحد عشر في أدرار وفي كل الولايات هذا كنا ننتظروه كما كانت سنة 2020 تنين جونفي بإطلاق صراح 76 وعتقل انتظرنا أنه النظام يدير الهدى كما نقوله ويخطو هذه الخطوة الجديدة لاتصاله مع الشعب ولاتصاله مع الحراكيين لكن للأسف نظن باللي النظام بدأ سنته وبدأ عامه بالتصالح مع نفسه النظام يتصالح مع رموز النظام السابق الذين يعاني الشعب الجزائري من ويلاتهم ومن قراراتهم ومن سياساتهم في 30 سنة الأخيرة إذا أردنا الحديث عن ما جرى يوم 2 جونفي 2021 نعم تفضل بإطلاق صراح بتبرئة الرباعي المتهم في ذلك الاجتماع المشبه يجب العودة إلى ملابسات وأحداث سنة 2019 نعود ونقول لكل هذا الموضوع هذا هو الموضوع اللي رح نقشوه في هذه الحصة تفيق بالله على الأستاذ تفيق بالله على أنت كمحامي يعني من الجانب القانوني ولا حتى كمتابع كيف شفت هذه المحاكمة وهذه التبرئة وإطلاق صراح تفيق أولا مساء الخير تحية عطرة لكل متابعي ومشاهدي راديو أم طبعا من النحية القانونية كان من المنتظر طبعا بعد تغيرات سياسية التي شهدتها بطبيعة الحل الجزائر خاصة في الآوينة الأخيرة يعني حتى ميزان القوى تغير بين العصب بعد ما كنا في سنة 2019 أو آخر 2019 يعني وفاة قيد صالح ظهرت إلى العيان أنه فيه فيه تغيير حقيقي في موازين القوى خاصة بعد رجوع العصابة القديمة الجديدة إن صح التعبير وإعادة تنصيب كل رجالات الدولة العامقة كما يسميها الجزائريين يعني بدأوا يتمركزون وبدأوا يتبوؤون مناصب في الدولة الجزائرية طبعا ينبغي أن تكون هناك نتيجة لهذه العملية بعد ما تم الطعن في القرار الذي أصدره مجلس الاستئناف العسكري ضد بطبيعة الحال هؤلاء الأربعة وإن تم إدانتهم بخمستاش سنة السجن المحكمة العليا بعد خمسة أشهر ليس إلا خمسة أشهر فقط يتم الفصل في هذا الملف بالرغم من أنه يعرف الجميع خاصة القانونيين وخاصة المحامون يعرفون جيدا أن الملفات على مستوى المحكمة العليا لا يتم معالجتها إلا بمرور سنتين وثلاثة سنوات يعني بمجرد أن تم الفصل في هذا الملف بعد مرور أقل من خمسة أشهر هذا مؤشر مؤشر لا يدع أي مجال للشك على أن القضية سوف تأخذ مجرى آخر ومجرى آخر عفوا وكانت النتيجة يعني منتظرة خاصة وأنه بعد 18 المحكمة العليا فصلت في الملف في 18 نوفمبر يعني 18 نوفمبر أنتنين جونفي يتم إعادة برمجة القضية والخوض بطبيعة الحال في محاكمة هؤلاء الأربع من الناحية القانونية طبعا أنا نقول أنه يحق بطبيعة الحال للمجلس الاستئناف العسكري أن يبرئ هؤلاء ولكن العلامة الاستفام التي تطرح نفسها كيف بمن تمت متابعتهم ومحاكمتهم بمؤامرة ومحاولة قلب نظام الحكم ومحاولة العمل ضد سلطة الدولة يتم تبرئتهم بعد ذلك يعني في كل المتهمين يخرجوا يخرجوا هكذا براء يعني هذا الشيء اللي يخلي علامة الاستفامة مطرحة حسن فرحاتي أنت كما قدمتك بداية الحصة ممثل ممثل عن سامير بالعربي فقط باشتسع مع حسن جل الجوابتها حسن فرحاتي كما قلت حسن فرحاتي أنت ممثل عائلات المختطفين المختطفين في التسعينات أنا شفت يعني في الحراية الصحفية كنت نغطي الحراية كنت نتلاقى بعائلات المختطفين بالأمهات خاصة اللي كان عندهم نوع من الأمل يعني لما تم السجن الجنرال متقاعد توفيق وقالوا بلي ربما الملف المختطفين سيفتح ويعرفوا الحقيقة بتاع أبنائهم اليوم أسكن قدروا نقول له حسن فرحاتي بلي إطلاق صراحه عودة خالد النزار اللي كذلك في كل مرة عائلات المختطفين يعني يتكلموا عليه في هذه القضية ويتكلموا عليه عندما يحفظوا على حقيقة أبنائهم اليوم خالد النزار دخل جنرال توفيق تم إطلاق صراحه هل هو خيبة أمل لعائلات المختطفين أولا سلام عليكم ونشكركم على هذه الدعواء ونترحم على غميلكم الصحوص شريف رزقي وكسيوب 14 الباع اللي تفلناه في القطار الله يرحمهم نعلم يعني نتأسف أنا ما كاش عندي أمل باللي يراكك شو أنا كتشوف الأمهات والعائلات في الحراك إن شاء الله إحنا كنا ندخلنا معهم كومنتي إحنا إحنا كنا نظلو من حالم السنين حالم السنين وإحنا نظلو بشنا معرفة الحقيقة ونعرفوا هذا النظام 162 ولا مرة دار حاجة مني حال هذا البلاد يعني 162 وهي يكذب على الشعب كان عدنا أم صغير ورحمية في مكلة آخر المحامي يعني سترح نقولها أنا راه قالها هو لا 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 كورسي براما الميلف تمتم تمتم حلو وقال لك بيساكم واقع وإحنا نخدمه مع المحامين وراء النصط ونعرف القضايا ثلاث سنين حتى لاربع سنين حتى لستاعة خمس سنين باش الميلة بيعاوجي تستح ثم خلاص آآ قطعنا أمل باللي آآ الي راك هكشو شو شو مو في عد البلاد و وليقاس سنا بزاف سي نظار يا أخي العادلة حكم تعليه عشرين سنا قيابيا يعني هال نظار بتخلي حط سباكلي لا ويجوز للعادلة ما بش يسخيو هادا كلها أوجبوه في الفلاديون فلسيدونسيال وناش تحيلو سوك آآ السؤال يبقى متروح من يحكم من شكو نراه يحكم في عد البلادي ما فهمناش الرجوع أنا كما قال الأخ سامير آآ طرع مو عبده يعاود يقولو تدريجين واحد مور واحد وربي يصطر عد البلادي ربي يصطر 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 ما لبناش ونانانا نمشو دخل أنتونال أنتونال ماذا بناش أشيخ الرجل ما يخرج ونحيي أنا نحيي نحيي الأحرار يرى ما زالهم يساندوك العائلات يرىهم يروحوا وحدة مور واحدة وحدة مور واحد يرىهم يموتوا بدون معرفة الحقيقة وحنا بإذن الله النظار السلمي مازال متواصل حتى معرفة الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حسن فرحاتي تقدر يعني تاني نذكر المتابعين التاغذيو أم تقدر تذكرهم أنت بلو كومبا تحد عائلة عائلة المختطفين والوقفات اللي قموا بها كل أسبوع خاصة في ظل هذه الأزمة الصحية ما زلكم تنشطوا ما زلكم تواصلوا تطلبوا الحقيقة حقيقة أبنائكم وأفراد من عائلتكم إن شاء الله إن شاء الله لما يبدو مسماتي سؤال حسن فرحاتي على كل حال شكرا لك شكرا على قبول الدعوة هذه المرة وشكرا على التفاعل معنا متتابعي غاديو أم نروح وفاصل قصير باش ندخلوا لضيفنا الآخر حسن موالي التحق بنا في هذه اللحظة يعطيكم صحة لكيب حسن فرحاتي كان معنا ممثل عائلة المختطفين والتحق بنا حسن موالي الصحفي مرحبا بك حسن مرحبا بك ليندا مرحبا بالزامير أخونا الموامير شكرا مرحبا بك نخلوك تريح شوية جتنا تجري لتوغد تابع كيستيان لا بخميار كيستيان مالاوش كانت حسن موالي طرحنا السؤال كيفاش لقيتو هاد الحدث ولا الخبر اطلاق صراحة جنرال توفيق وتبرئة المتهمين الأربعة فيما يعرف بقضية التأمر لا والله شخصيا لا حدث بالنسبة لي لا حدث في تلك الأنوان في السنس وين كنا نستنعو بلاي تلقوهم ديجا وقال جنرال توفيق على حسب الأصداء كان في دارو دبي واحدة كات موالا سنك موالا وفي فرانشما نقوله وش نحبو على جنرال توفيق وساعد بودفريق أو تلطاق لوزا أنا أعلم أنني وحادث أعتقد أنني لم أفضل أعتقد أنني أتظار لغاية التأمر وبودفريق ستكون مستحار رائس جنرال توفيق يعلم أنني أتظار عن وضل فاتحة لقد كان وحد تخصول لقد كان على l أردين زموانا لقد أن نصر ومن لقد قل في الزهوان الظلال وبلاد أنا حدي كبيرا لأسفر فيما أشكرا لكن في الحقيقة لم يكن أضع لن يوجد علاج لن يوجد علاج وعندما كنت أشكرا في الوقت لأنني أشكرا أشكرا المخابرات يكون يشكرا بما يقولون حتى يتتعى على رتائت عندما كانت أشكرا صاحبون asレ الخkers Stone سأ experiences آآ سأ Есть كم الكثير من اثناء لديها سألrant دواء سأل سأل المصاد هل يمكنك أن تقول اليوم أن أحمد غايد صالح تم طيها إلى الأبد؟ أحسابي لكي يكون لديهم مصلحة مصلحة لكي يكون لديهم مشكلة مع جماعة أو تاتفيقوه ولكي كادوا في تسعينيات الدوصة لذلك يتفقوا مع غايد صالح لذلك اليوم يبان بلي ما نش نقول بلي للا جزائرين راي مستقلة وحورة وكانترار لبروسيطة البارح بيننا بلي العدالة الجزائرية ليست حرة بتاتا بل فقدت الصغير من المصدقية اللي كان عندها راح البارح بس كو سيلا مم جوستيس بان سيلا جوستيس ميليتر داكور اللي حكمت عليهم بخمسة عشر سنة والعشر سنة حبس اللي برأتهم البارح نمي نستقام الفقال لذلك نحن تفرق للمزالة الجزائرين اوكل من من الجزائرين الذي يقفر بلا فقدت بنامي رأيين رأيت المنزل رأيت المبالح لكن البرح الذي يخرج هذا يقول أنه يعمل كل ما يخلنا لكي يقوله في العامية كل ما يخلنا فعلا هذا العباد لم يكن أخيرا يقول هذا لا يريد أن نقوم بإمكانك في تفاق أو ترتاق نحن 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 بهم في إطار أخر لتلكم أخير مضحة يجب حجاج ودراحين بأن يمكن تطور الحوايج أو شيئ أو كثيرا فعلا يقول له المضاح ولكنه صح على هذه الجلسة على الدخل العافية لا تستطيع أن نشارك إن كان ذلك يجب أن نشارك أمامها يجب أن نشارك أمامها يجب أن نشارك أمامها حسن الموالي سامير بالعربية في نفس السياق هناك تناقض في هذا الموقع بدات كان لي يقول لك بما أنه بما أنه هاد الاجتماع ليست مؤامرة وظهر أنه ما كانش هناك مسؤول مخابرات فرنسي إذن ما كانش هناك مؤامرة والعدلة البارح بينت أنها مستقلة ويعني حكمت بالعدل والقانون وكان لي يقول لك لا العكس البارح شفنا أنه العدلة فينا المو ماشي مستقلة تخضع لأوامر ويعني في نفس السياق تعم مؤامرة ماشي مؤامرة بشير ترطيق في اللحم وحكمة ديالو قال أن المؤامرة الحقيقية انطلقت من ثكنة في الناحية الأسكرية الرابعة يهدر على أحمد جايد صالح اللقاء هذا للاجتماع المشبوه كما سمي كان يوم 27 مارس الحديث عن الاجتماع المشبوه بالطريقة هديك واعتقالهم كان يوم في شهر مايو يعني انتظرنا بعد استقال بوتفريقة حوالي شهر وأسبوع بابدت الاعتقال أنا نقول أنه بعد استقالة الرئيس السابق قائد الأركان ومن معه لأنه لا يمكن أن نحمل مسؤولية له فقط لأنه كانت المجموعة كاملة تشتغل نحمل مسؤولية لكل المؤسسة التي ما شكت قائد الأركان لم يكن يتحدث باسم الشخصية كان يتحدث باسم المؤسسة كان يتحدث باسم قيادة الأركان يعني كل ما قام به ما يتحمله الشخصية تتحمله كل المجموعة التي رفقته إلى غاية وفاته نقول أنه الحراك ابتداء من الجمعة العاشرة يوم 26 أفريل بعد استمرار خطابات قائد الأركان فم باللي قائد الأركان يريد الالتفاف على الثورة الشعبية ومن يوم 26 أفريل بدأ الشارع يواجه خطابات قائد الأركان ولأنه لا يملك أي شرعية شعبية ولا أي شرعية تمكنه من الاستمرار في الحكم أوحى إليه زملائه أو أوحى إليه من أشاره عليه بسجن رموز النظام الحراك وش كان يطالب برحيل كل رموز النظام دون استثناء على مراحل ولكن كان يطالب بأهم شيء في بناء الدول وهو العدالة المستكلة الحراك كان يطالب بعدالة انتقالية قائد الأركان ومن معه لأنه أنا ما نحملوش المسئولية المسئولية جماعية أرادوا البحث عن شرعية شعبية في الشارع شعبوية قال سنجيبوا رموز النظام السابق وبدأت عدالة انتقامية قال فلان ضدي فلان ضدي فلان ضدي فلان ضدي دخلوا الحبس وتم تلفق تهم باطلة كما دفقت التهم الباطلة لكل البعتقالين في الحراك يعني نفس الشيء جيب ملفات عايت في التليفون هزوء تقلوه ديرلو إيداع وبعد ذلك يبحثون عن ملفات تهمة التآمر على قيادة عليا هي تهمة باطلة هم اجتمعوا بصفتهم مسؤولين في الدولة ولكن هذا لا يمنع أنه يمكن أن نتابعهم في قضايا أخرى كما يطالب الشارع وكما نطالب جميعا بمطالبة كل المسؤولين عن العشرية السوداء عن الاختطافات عن الاعتقالات عن المجازر عن الدماء التي سالت عن الأموال التي سرقت هذه ما تكونش اليوم لما تكون عندنا دولة مستقلة برئيس شرعي وتكون مؤسسة كل منتخبة وتكون العدالة مستقلة لذلك حنا ما كناش متفشئين نهار بدأوا المحاكمات قلنا جمعة الخير هدي مصرحية هذا الرجل ومن معه يبحثون عن شرعية عن ديكور قالوا يحارف العصابة ولكن هو أيضا كان من ضمن العصابة وشعب الجزائري يدرك جيد أنه ما يقدرش شعب الجزائري بيعولو الأوهام صحيح أن هناك من أمن أن هناك حرب على العصابة لما اعتقل هذا الرباعي واعتقل رؤساء الوزارة السابقين وكثير من الوزارة كان هناك من اعتقد أن الحرب على الفساد والحرب على العصابة قد بدأت ولكن كلها مصرحية هناك انتقام جهة ضد جهة ملفات فارغة أغلب الملفات فارغة كما تم اعتقال عمي لاخدر بورقع رحمة الله عليه ولف قوله تهمة إحباط معلويات الجيش أنا الذي أستغربه والله اليوم قاعد نتساءل صح البلادات دي ما فيهاش رجال المؤسسة اليوم اللي شافت الإعلام يوسخ صورة عمي الأخضر بما فيه ويستعمل الجهاز القضاء والجهاز الإداري والجهاز الإعلامي والأجهزة الأمنية من أجل تصفيح حسابات ما كانش ناس يقولوا أجمعها تريقا دي غلطة تريقا دي ما تخرش تريقا دي ما تبنيش بلاد لذلك اليوم طبيعي جدا نشوفه يوم 2 سبتمبر أنا غادتني كون ما ستعملوش 2 سبتمبر 2 جونفي لأنه 2 جونفي العاملي فات تخرجونا الأحرار عمي الأخضر بورقع وكل المعتقالي كانوا ظلما هذا ممكن ناس 76 معتقل عتقلوا ظلما وعدوانا لأنهم وقفوا ضد الفساد ولكن 2 جونفي 2021 تخرج لي ناس مطورطين في قضايا كبيرة جدا احنا مستغربناش خروجهم وما نستغربوش خروج أعضاء آخرين من من رموز النظام السابق ولكن نستغربو العدالة إلى أين أستاذ باللعل كانت تكلم حسن الموالي على المحاكمات العسكرية وشنه هو رأيك أولا في المحاكمات العسكرية في الجزائر الجديدة جزائر 2021 وهل كانت هذه المحاكمة بالدات تعتني أن جونفي كانت محاكمة عادية بظروف عادية أم لا أولا على كل حال عندما نتكلم على المؤامرة أنا أعتقد أن المؤامرة بدأت منذ 62 نحن نعيش مؤامرة كبيرة تتمثل في الإنقلاب على الإرادة الشعبية منذ 62 والسلطة التي تسير وتحكم الجزائر إلى حد الساعة هي سلطة غير شرعية هي تقوم بالتأمر تقوم بمناورات طبعا ضد كل من يقول لا لهذا النظام الفاسد لا لهذه السلطة الغاصبة لدرجة لدرجة أنه أصبح الشعب الجزائري في الألفية الثالثة يخرج عن بكرة أبيه ليطالب بالاستقلال عندما يخرج الشعب الجزائري بصرخة واحدة يطالب بالاستقلال معنى هناك مشكل كبير وأزمة عميقة تعاني منها الجزائر لأنه لما نتكلم على المؤامرة ربما ربما لست مطلع على الملف ولم أحضر بطبيعة الحال المحاكمة التي جرت أطوارها في المحكامة العسكرية لم أكن حاضرا ولا أعلم وليست لدي المعطيات الكافية لأقول إن كانت المحاكمة عادلة أو ليست عادلة أعتقد أعتقد أن العدالة الجزائرية أو الجهاز القضائي في الجزائر كان أمام 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 امتحان لكي يثبت بطبيعة الحال إرادته نحو الاستقلالية ولكن أثبت مرة أخرى أن الجهاز القضائي في الجزائرية لا يريد الاستقلال لأن الجهاز القضائي الذي يخضع بطبيعة الحال للتعليمات الذي يخضع لأوامر السلطة السياسية لا يمكن إطلاقا أن يجسد العدالة على أرض الواقع لأنه لا يمكن أن نبني دولة قوية لا يمكن أن نبني دولة الحق والقانون إن لم يكن الجميع خاضعون للقانون والجميع سواسية أمام القانون المحاكمات سواء تعلقت بمحاكمات المسؤولين السابقين في السلطة أو تعلقت بالمواطنون الجزائريون والأحرار الذين يتم اعتقالهم يوميا فيها سياسة الكيل بميكالين وهذه طريقة لا يمكن إطلاقا أن نتحدث عن محاكمة عادلة لأن المحاكمة العادلة أولا وقبل كل شيء تقوم على الاحترام السليم للقانون لاحظنا ولازلنا نلاحظ يوميا منذ سنة ونصف والمواطنون الجزائريون يتابعون ويرمون في السجون دون أي سبب جدي ودون أن يرتكبوا أي تجريمة أو أي فعل محضور من النحية القانونية لما نشوف أنا مواطن جزائري من أجل منشور دولة مدنية وليست عسكرية يتابع بطبيعة الحال من طرف هذا الجهاز الذي يدعي أنه جهاز قضاء مستقل يتابع بناء على تعليمات سياسية لا يمكن إطلاقا أن نتكلم على العدلة ولا يمكن أن نتكلم عن المحاكمة العادلة لأنه ما جرى في المحكمة العسكرية والشيء اللي راح نقوله راه موجود في الصحافة نشرت بطبيعة الحال صحيفة يومية نشرت الاستجواب الذي تمت أطواره في مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة نعم جريدة طبعا لما يصرح ويجاوب بطبيعة الحال هذا الجنرال ويقول أنا التقينا واجتمعنا من أجل إيجاد مخرج للجزائر بأي حق تجد مخرج أنت للجزائر بأي حق تأمر أنت وتقوم باستدعاء رئيس سابق وتقوم بطبيعة الحال بتوجيه تعليمات من أجل إيجاد المخرج ومن أجل إعلان عن مرحلة انتقالية وقال للتشاور فقط هو قال لإيجاد مخرج لدراسة الوضع وإيجاد مخرج وتقرير المرحلة الانتقالية أنا أنظم إذا كنت كمواطن جزائري يمكن أن تجتمع في المقهى يمكن أن تجتمع في البارد المركزي يمكن أن تجتمع في أي ما ولكن الاجتماع والهدف من الاجتماع هو بطبيعة الحال الذي يثير التساؤل يعني حول من الذي يحكم وحول من الذي يقرر في الجزائر إذا نتكلمه طبعا لأنه الخطاب الرسمي الخطاب الرسمي يتكلم على أنه سلطة لشعب يقوله هو شعب ولا يحكم نفسه علش ما خليتوش الشعب يحكم نفسه الشعب قال لا للعصابة الشعب قال نرفض رفضا مطلقا لكل عناصر المسؤولين السابقين والمسؤولين للمناصب منذ تنين وستين كيف يمكن لك أن تقرر في مكان الشعب هذا الشيء اللي يخليني نقول لكن هذا منذ تنين وستين لا تتسير أمور هذه طريقة والشعب لم تسمح له الفرصة ليقول كلمته طبعا يبقى الأمل قائما يعني السيد لتفضل عبر تدخلي عبر الهاتف لقال نفقت الأمل أنا نقول لن نفقدوش الأمل لأن هذه معركة وثورة مستمرة فقط ما علينا وما يقع على عاتقنا وهو أن نواصل يمكن أن لا تحقق بطبيعة الحال ولكن على الأقل قمنا بمسؤوليتها وتحملنا حسن موالي أثناء المحاكمة نذكر فقط لاذا ذكرنا جريدة الخبر هو الجريدة الخبر وجريدة الوطن هم الجريدتين الوحيدتين اللي قدروا يغطيوا هذه المحاكمة وهذا غير منطقي نعم أنت كصحفي تقدر تقول كلمة عن هذا ولكن قبل ذلك حسن موالي أثناء المحاكمة يعني هذا اللي كانت غنجو تعلق الخبر وتعل الوطن جنرال توفيق تكلم تذكر بالاسم اليمين زروال الرئيس السابق وقال أنه اقترحوا باش يكون رئيس لمرحلة انتقادية وكيفاش نسميوها ولكن رفض زروال فيما بعد قال قال مرفضش قال مرفضش وما لا بليش على الشي رفض مبعد مبعد رفض وقالك مرحضش صلى كيستيون حسن موالي توفيق قال أنه لا يمكن أمور ما يقدرش يقولها الآن وسعيد بوتفليقا قال ما هوش حاب يذكر الأسماء باش ميجر شوش معنت هل جنرال توفيق يقول كين أمور ما نقولها شوش هاد الأمور اللي ما يقدرش يقولوها وتعمل هاد الأسماء اللي ما حبوش يذكروها أمور جنرال توفيق أمور كان رئيس المخابرات كان حواج ما نقدرش نقولوه مهنا قدر سرول مخابرات استخبارات ولكن ديجا في 2019 عندما تمزج بهؤلاء إلى السجون نحن في فيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي كنا تكلمنا على هذا القضية كيف رئيس سابق اليمين الزروال الذي هو شغل شاهد شاهد مهم جدا ستنتيمون كلي دوست ريونيو بسك توفيق وش قال كعاية الزروال قال يودي باش افنط المنت كون رئيس المرحلة الانتقالية كان قبل ساسكلا دي توفيق في المحاك قبل جمبتنا الزاير جلبتنا على أساس أنه ممكن جدا يكون الرئيس المقبل وصرا معنا بناش هذا وش ما حبش يقول توفيق ومبعد زروال يروح يعودي وللبتنا ويدير بيان بعد خطاب تكنع يا هلتار أنا أتسأل هل هناك اتصال مجرد بعد اللقاء هذا ما يسمى اللقاء المشبوه هل هناك اتصال بين قيادة الأركان يتسمى قيد صالح وزروال وقال لجبت روحك ولا دير ممكن جدا أنا جو بانسا ما عديش معلومات ما عديش معلومات ولكن أعتقد 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 أن المعلومة التي لم يريد جنرال توفيق أن يعطيها هي كون أن قيد صالح ممكن جدا يكون قد اتصل برئيس يامين زروال وقال له جبت روحك يودي جبت رحي ندوم لحب جو بانسا جو بانسا تيو اللكتور دي جوراليست أظن هذا هو مانتونا هدي تاع الصحافة على شعائط الوطن والخبر سيبركستان سكوندال أنا كصحفي كإعلامي سكوندال كبير على أي أساس تختار الوطن والخبر يجب أن تكون جلسة علنية وكل صحفيين يخبروا ولا تغلق كمبلتما حسن مولي لم يتمنع الصحفي من تقطية المحاكمات تم منعنا أيضا من تقطية محاكمات خالد درارني ليس فقط طبعه لكن كل الصحفي نعم كل صحفيين نحن نتحدث على غاديو آم يعني كنا مجموعة كبيرة من الصحفيين وتم منعنا من تقطية المحاكمة محاكمة خالد درارني أنا أظن لأن لا يخفى على أحد أن الوطن هي أكبر صحفة صحيفة مفرنسة والخبر أكبر عندهم يعني رصيد كبير على كل أحد تم اختيارها على أساس أنها لا يجب لا لن أريد أقوز لكن سأتسوق يصنسر يصنر يصنر إنهم يسألونها يقولون أنه تريد أنه يكون لدينا فيه أبداً لن يجب أن تفعل ذلك هذا ليس فقط لا يجب أن ترسلت لكي يترك بردي ومماردية لتعرف الاجراء والشرق أو يترك أكثر أو تقلق بأن يقولون يا حيوية الحكومة هنا بالغنرة الأخيرة لا يأتيك بأس المصحفة حسناً إعنال من يقوم بأس المالية ولكن إلا تحدث في كل شيء السحفة جلسة على الان كما قال سبيل مقبل استقلالية العدالة هذا هو الشيء المهم في العدالة في العدالة الجزائرية يعني أعطاه ضربة قوية يعني على كل حال العدالة عمرها ما كانت مستقلة ولكن هذا الاختراب بينونا من من في العدالة العسكرية يا أخويا الإجتماع هذا المشبوح بين قوسان يا أخويا نقول لكم ما شي مشبوح يا أخويا نقول لكم جنرال توفيق وربعة هذوك ما عندهم الضروي يتلاقوا ولكن يا أخويا حلوا شكرا حسن موالي سامير بالعربي يعني تم إطلاق صراحة تفيق والوزحنون تم إطلاق صراحة يعني فيما قبله لكن عودوا نقوله إلى جنرال توفيق لي تم إطلاق صراحه ولم يتم إطلاق صراح ساعد بوتفليقة وبشير ترطاق هل تبرير يعني المقدم بأنهم عندهم قضايا أخرى اللي يرى هم متباعين فيها وعليها ما تلقوهمش ولا نقدروا يعني نقولوا أن السيناريو الثاني وارد على أنه هناك صراع صراع زمر وهذه الناس عندهم مشاكل مع الزمر اللي خرجت جنرال توفيق وخلتهم هما لأنه كان خصوما بين هذ الزمر نظن أنه صراع العصب لم يتوقف يوما في الجزائر إطلاق صراحة مدير السابق المخابرات وقبل عودة وزير الدفاع السابق في ظل غياب الرئيس عبد المجيد تبون في عطلة مرضية في الخارج نظن أيضا له أكثر من قراءة أنا شخصيا أعتبر أو أعتقد أنه النظام يبحث عن رموز سابقة له ذات وزن ذات مصداقية داخل المؤسسة من أجل إعادة ترتيب الصف الداخلي شوف في ظل نقول لش توقيف الحراك في ظل تعليق المسيرات منذ شهر مارس بسبب وباء كورونا النظام يستغل كل الظروف وكل المناسبات وكل الآليات لترتيب بيته الداخلي وأهم بيت هي المؤسسة المؤسسة لا يخفى على أحد أن القرارات التي اتخذها قائد الأركان السابق كانت تأثير سدب كبير داخل المؤسسة وعلى التوازنات داخل المؤسسة فاليوم هما يحتاجوا رموز سابقة لها باع لها علاقات في الداخل وفي الخارج من أجل تصفية الحسابات أولاً وإعادة التوازنات الداخلية ثانياً وإعادة الثقة داخل المؤسسة ثالثاً أنا لما نقوله الكلام هذا يمكن أن بعد غدوة يتهمونا بإحباط معنويات الجيش نظرنا باللي المحاكمة اللي صارت العملي فات في بليدها وإعادة المحاكمة اليوم هي اللي تحبط معنويات الجيش استخدام العدالة والزج بعشرات المسؤولين سواء عسكريين ومدنيين ولا ناشطين في الحراك هي اللي تمس معنويات الجيش عدم استقرار المؤسسات هي اللي تمس وطحبط معنويات الجيش نظرنا النظام يحتاج إلى من يعيد ترتيب صفو الداخلي والمصالحة فيما بينهم أنا الذي أخشاه وأخافه أن النظام يبحث عن تماسك جديد لمواصلة للتفاف حول الثورة الشعبية واستكمال ما صار 12-12 اللي قرره قبل 12-12 والذهاب إلى أجندة جديدة أساسها القمع والاضطهاد والغلق التام والكامل والشامل لوسائل التواصل الاجتماعي ولوسائل الإعلام وأساسها الدهاب إلى كوريا جديدة بأليات ستالينية عاشها الشعب الجزائري في سنوات الحزب الوحد هذا الذي أخشاه اليوم يريدون بعد 12-12 وبعد ما مروا الدستور أول نوفمبر في ظل وباء كورونا لأنه النظام كان شوية ذكي كان ما يستغلش أزمة كورونا والوقت اللي كان الشعب محتاج الأكل والمعونة ومحتاج الصحة ومحتاج السرير كان على النظام أن يوفر كل الإمكانيات من أجل إنقاذ المواطن الجزائري في ذلك الوقت النظام شاء إلى تنظيم استفتاء أول نوفمبر وتأكيد على تمرير الدستور غير توافقي وبدأينا نسمعه اليوم الدهاب إلى شريعيات مسبقة وبعد ذلك إلى محليات مسبقة يعني النظام لا يريد سمع لصوت الشعب أنا قبل أن يقول الأخ صديقنا أنه اجتمعوا وبدأوا يخموا مرحلة انتقالية ما مرحلة انتقالية يعني في عز الثورة الشعبية والملايين في الشارع لا لا باللي هما اجتمعوا سعيدوا دراسة الوضع يعني في حين كانت الملايين في الشارع في الشارع تطالبهم بالرحيل هما كانوا يجتمعوا ويخطوا كل واحد في جهة قيادة الأركان تخطط في جهة ومستشار رئيسه اللي معاه يخطوا في جهة موش لمصلحة الشعب لمصلحة إنقاذ النظام ما حد يفهم لاحق يا شو اليوم نفس الشيء إعادة وزير الدفاع السابق إطلاق صراح مدير المخابرات السابق وربما أيضا عودة قيد الناحية اللي يهرب الإسباني إطلاق صراح باقي الجنيرالات رح تدخل في هذا الاتجاه الأكيد أنها مازالت حرب زمر وحرب عصب الأكيد باللي المستفيد الأكبر هو النظام والخسر أكبر هو الشعب هذا الشيء اللي يرى ويدينوا فيه كل واليوم اللي حكم على وليد كشيدة بثلاث سنين هو أيضا حكم قاسي لإخافة المعتقلين والحراكيين ولأغافة الشباب والمناظرين نظن باللي هذه داخلتاني في سياسة العصر الغاليضة التي يريد نظام استعمالها هذه النقطة فقط قبل مرور إلى هذه النقطة سامير بالعربي أستاذ باللعلة هل يمكن سياسيا نخرجك ملاكسكا ديالك على المحامي هل يمكن ربط كل ما حدث هذه المحاكمة بعودة خالد النظار وبعودة عبد المجيد تبون كذلك كم من هذه الأحداث في فترة واحدة أكيد لأن الطريقة التي عاد بها الجنرال خالد النظار يعني أقل ما يمكن أن يقلعنا لا يمكن وصفها بأي عبارة أخرى إلا أنها استفزاز للشعب خاصة من الناحية القانونية نتكلم طبعا من الناحية القانونية ورح نعطيه بطبيعة الحال تأثيراتها السياسية لما يرجع شخص عنده أمر بالقبض دولي أولا وقبل كل شيء كان من المفروض أن الشرطة الدولية هي التي تقبض عليه هناك إجراءات لتسليم المجرمين ولكن بش يرجع جنرال بتحية عسكرية في طائرة رئاسية هو استفزاز للشعب هو إشارة هو إشارة على أن بطبيعة الحالة العصابة قد تحكمت في زمام الأمور وعادت بقوة فقط يعني قسم بما أنك تحدثت على المحاكم الدولية يعني الكثير من المراقبين يقولوا أن المحاكم الدولية تعترف بأحكام صادرة عن محاكم العسكرية يعني أنت كمحامي وكقانوني وش تقول القضاء العسكري في كل دول العالم هناك قضاء مدني وقضاء عسكري الحجة التي يبرر بها النظام على أن الشرطة الدولية لا تعترف بالقبض الصادرة من طرف القضاء العسكري هو تبرر وحجة مرضودة على النظام على السلطة لأن الأمر بالقبض الدولي صادر من سلطة قضائية سلطة القضائية تصدر أمر بالقبض لكن الشرطة الدولية بطبيعة الحال تلزم أن يكون الأمر بالقبض هو أمر بالقبض صحيح وسليم وصادر من هيئة مختصة الهيئة المختصة التي تمثلت في المحكمة العسكرية المحكمة العسكرية بعدما أصدرت حكم غيابياً بعشرين سنة ضده وضد ابنه مشمول بالأمر بالقبض الأمر بالقبض كان لزامن أن يطبق كيف يطبق الأمر بالقبض لأنه حتى لما نتكلمه نقوله على فرض أن الأمر بالقبض غير مقبول دوليين على أساس أنه صادر من سلطة قضائية عسكرية الإجراءات التي تم اتخاذها نحن نعرف أن الأمر بالقبض عندما يصدر يتم القبض على الشخص يقتد مباشرة إلى وكيل الجمهورية يدع في المؤسسة إعادة الطربية مدة 24 ساعة ثم يمثل أمام المحاكمة بعد إقامة المعارضة ويتم النظر في القضية في أقرب جلسة هذه الإجراءات تتكلم عليها بطبيعة الحال مدى 199 مكرر ومدى 199 مكرر من قانون القضاء العسكري إذن هذه الإجراءات لم تحترم إطلاقاً خاصة مع التعتيم الإعلامي فيما يخص هذه الإجراءات يعني ولا أحد تتكلم عن الإجراءات المتخذة ضده ولكننا نشوف لأن البدايات تنبئ بالنتائج لما تشوفي أنه الذي صدر ضده حكم غيابي بـ 20 سنة خاصة وأنه عاد وحده أعتقد أنه عاد وحده ما كاش ابنه يعني كيف نفسر كيف نفسر أنه كين حكم غيابي بـ 20 سنة عن محكمة عسكرية ضد شخصين ولكن الشخص الواحد اللي يرجع هو خالد نظار يرجع في طائرة رئاسية تحيي عسكريومة إلى غير ذلك من الأمور هذا الشيء يجعلنا ننتقن على أنه كلها مؤشرات توحي بعودة بطبيعة الحال للناس اللي كانت تتحكم حسن موالي هل هذا مؤشر لإعادة النظر في خطة طريق النظام نقدرون نشوف خارطة طريقة جديدة بعد كل هذا الأحداث نعم هذه مفرع منها عودة نظار يعني مؤشر قوي جدا نظار وإطلاق صراح توفيق خاصة عودة نظار كعودة نظار هل بنا بالوسم التوفيق وجماعة رحين يخرجوهم بينها هي منظومة نفسها اللي كانت فيه في سنوات تسعينيات هذا مؤشرًا بالفعل هو ما قاله لقده الفن الزورة تقول إن شارطة طريقة بس نظر أشياء الفيضيقة مع التجابة في قبل المعلومة يضر لستحينيات من شركة في المحارضة مع التجابة مع التجابة المشاكل وصولة وصولة بعد ذلك مرشي مكان حتى يكون مياه مكاش بايان كاش بايان لا رئيسة الجمهورية لايزارة الدفاع الإولو كيفاش هادى دخل سرقو لكيفاش دو ما جبتو بلعفين 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 كلنا كلنا بالفين الماهي ما ريان فيه ولا جو سيسا پا ما يفو لتير donc ça ça شوك لعفين يكم PRI بلعك يسو تنين ونزار يقول لك ما شيح هكذا كمم يوش لكن أنا أتمنى أن يكون لساح شاب ولكن لا أظن ذلك لا أظن ذلك النظام سيستعين برجالات الماضية الذين لهم نفوذ في المؤسسة العسكرية وفي السياسة هذو سيدي جنرالات سياسيين كي تقولي جنرال دوفيق ولا جنرال خالدنزار سيدي ملتار سيدي جنرال دكور لكنهم يشati نفوذ في المرقب والمارك من كي تقولي جنرال الدوفيق C'est terrible c'est terrible لا نبع meter حيث أن الهراء لا تنسى الهراء لا تقرير الحراك لأن كل الناس مع الجائحة كورونا هذه غير غير ممكن يقول الحراك ولكننا نحن نحن أنهم يتبعون لكي يخرج لأنه تلت سنين حبس أنه يقرر على الفيسبوك ومن ثلاثة الناس يتبعون على تفق جلالبرح وطرطاق وجمع يتبعون لأنه يتبعون فيسبوك تتبعون هذا لا يتحدث لا يتحدث مورالا نعم سامير بالعربي كما قال حسن مولي في حين الكثير من المتابعين كانوا يسنوا بوادر تهدئة يقولوا أطلقوا صراحة تفيق وعودوا لخالد النزار يعني منطقيا راح يكونوا بوادر تهدئة يعني في لصالح الحراك كذلك ولكن اليوم صباح تمت إدانة وليد كشيدة شاب الجزائري من ولاية سطيف بثلاثة سنين سجن نافذ نظن نظام تراجع عن إجراءات التهدئة ابتداء من جون في الفين وعشرين يعني في الأول أطلق صراحة ستة وسبعين معتقل بعد ذلك تراجع مباشرة وبالعكس زادت الاعتقالات يعني في وقت كانت أزمة كورونا والحراك متوقف المسيرات متوقفة مشيت الأجهزة الأمنية والضبطية القضائية إلى عشرات المعتقلين في كل الولايات كانت الحراك كان الاعتقال في العاصمة شوية هنا شوية لهيه ولكن اليوم عدنا حوالي 32 ولاية فيها معتقلين يعني هناك سياسة منتهجة من طرف النظام للذهاب إلى قمع إضافي إلى تخويف إلى ترهيب إلى فرض سياسة أمر الواقع يعني النظام اليوم لا يريد أن يتراجع وذلك نحذر منه لأن هذه السياسة لن تزيد الشباب لن تزيد المرأة لن تزيد الإعلاميين لن تزيد المناظرين لن تزيد السياسين إلا قنع لأنه اليوم كشيدة ثلاث سنين غدا وبعد غد في أضرار هناك محاكمات كثير من المحاكمات ما زالت منتظرة حوالي 2500 متابعة قضائية لحركيين خارج 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 السجن والريحين بهذه العقلية وين وين إجراءات التهديئة وين العدالة وين تقوية الجبهة الداخلية وين جزائر نبنيها الجامع وين الجزائر الجديدة نظن باللي اللي يزيد يحير أكثر الجنرال السابق وزير الدفاع السابق يخرج يرجع على متن طائرة رئاسية مدير مخابرات السابق يخرج براءة و93 ولا 97 معتقلا في السجن اليوم لذلك حابين نفهم والريحين بهذه العقلية النظام ماذا يريد هل يريد حقيقة خدمة شعب ولا يريد استمرار النظام بكل الوسائل وبكل الآليات ومهما كان الثمن أنها حقيقة مقتنع أن عودة هذا الثنائي يشكل خطر ليس على النظام يشكل خطر على الجزائر يشكل خطر على الشعب الجزائري يشكل خطر على الوحدة الوطنية ويشكل خطر أيضا على الأمة الجزائرية لأنه عودتهم لم تكن لأنه سوابق الحكم الذي كانت عندهم في سنوات التسعينات لم تبشر بخير وقتها بالعكس زرعوا الحقد زرعوا الكراهية في صفوف الشعب الجزائري اليوم رأنا ندفع ثمن المرحلة التسعينات والفرقة ما بين جزائريين وحوالي 20 ألف مختطف و20 ألف مفقود نظن باللي على النظام إن كان فيه ما زال هناك ناس عقال أن يدركوا أن هذا الطريق طريق سوف يعمل على الزج بالبلاد فيما لا يحقق بها أستاذ أنت قريب أكثر من ملف معتقالي الرائي كما قلنا اليوم وليد كشيدة تمت إدان تبت لثنين نافذة بالإضافة إلى الحبس المؤقت للمناظرة في ولاية مستغنم أمس يعني أنتك قريب من المحاكم والملفات هل هناك تغير كما قلت لك الناس بزاف سنة وبوادر تهدي أم بعد اليوم كانت الإدانة لا ليس هناك أي تغيير في الاستراتيجية التي تبنتها السلطة بطبيعة الحال هي سلطة قمعية سلطة تكبم الأفواه سلطة تقمع الحريات لأنه هدف السلطة يبغي أن نتفق على شيء السلطة لا تريد لا تريد بطبيعة الحال أن تسلم السلطة للشعب لا تريد أن يكون الشعب هو السيد وهو صاحب الكلمة الأولى وصاحب الكلمة الأخيرة إذن السلطة تستعمل بطبيعة الحال كل أجهزتها سواء الأجهزة الأمنية أو جهاز القضاء من أجل بطبيعة الحال قمع الحريات من أجل تكميم الأفواه لأن الشعب الجزائري اقتنع وأعتقد أنها حقيقة راسخة في عقل الشعب الجزائري وهو أن الذي كان سببا في الأزمة لا يمكن أن يكون سببا في الحل لا يمكن أن يكون الإنسان الذي خرب الجزائر الإنسان الذي فسد الجزائر الإنسان الذي سرق الجزائر الإنسان الذي يقتل الجزائرين لا يمكن أن يبني الجزائر لا يمكن أن يتكلم عن جزائر جديدة لا يمكن أن نبني شيء جديد بوسائل قديمة هذه أمور ونظريات فلسفية نظريات واقعية نظريات تاريخية لا يمكن أن نناقض بطبيعة الحال هذه النظرية إذن أنا نقول من الناحية لأن السلطة عندها استراتيجية وعندها خطة طريق رهي ماشية فيها ولكن أنا نقول أن على الشعب الجزائري أن يواصل نضاله لأنه من الناحية الواقعية ليس هناك أي تغيير ليس هناك أي إرادة للتهدئة نشوف حتى ربما الأخ سامير على بلو العقوبة عندما كانت الملفات الأولى التي تم اعتقال فيها الشباب والمناضلين في العراك في المسجدات كانت العقومة بين ستة أشهر وسنة الآن ارتفع بطبيعة الحال السقف وإن أصبحت سنوات كأن هناك شاب في باتنا ودينا بعشر سنوات يعني نلاحظ كيف يمكن أن تكون تهديئة ونحن نرفع في سقف العقوبة يعني بعدما كانت العقوبة سنة بعدما تم الإفراج عن المعتقالين اليوم ما كاش إفراج عن المعتقالين أكثر من هذا ما زال نتكلم بطبيعة الحال على أن العدالة أو الجهاز القضائي غير مستقل إذا لا يمكن إطلاقا أن نقيم دولة عدل وقانون إذا لم يكن القانون هو السيد إذا لم يكن الجهاز القضائي جهاز مستقل كيف نتكلم عن التهديئة إذا كانت السلطة الفعلية لم تعبر إطلاقا عن إرادتها في إقامة لأن التهديئة لا تكون بالخطابات تكون في أرض الواقع تكون بالتغيير تكون باتخاذ قرارات شجعة بطبيعة الحال ونقول أن القرار الوحيد الذي يمكن للسلطة أن تتخذه وهو تسلم سلطة الشعب غير ذلك لا يمكن إطلاقا أن نتكلم عن دولة قوية وجمهورية جديدة حسن موليسي وصل عبد المجيد تبون رئيس الدولة في خطة طريقه والذهاب إلى التشريعيات الذهاب للتشريعيات حقيقة يعني ما قدرش نفهم وش حبي يقول أما رابع جالة في عشر ساعة عشر أيام لازم القانون الانتخابات لازم يوجد ما لبناش هم جازوا واقعي إلى 21 يوم ما لبناش إلى وجدوه ما زل ما وجدوش ولكن أظن سيسكو رابلا نفيدا نوس باش يقول باليراني في صحة جيدة دعا تديرو الانتخابات باو انتخابات ممكن جدا يديرو انتخاب من الجوانجوية هكذا ممكن جدا إنفا يرتبوا البيت تحهم النظام استعادة قوة النظام كل عصب النظام يتفهموا على خريطة الطريق كيفاش يتعاطوا مع الحراك اعتقدوا يديرو انتخابات كما قال الأستاذ الشعب لا يربحوا شيء كل هذا لصالح النظام لصالح بقاء النظام بقاء رموزه ربما ليست تشريعيات فرصة يعني للتغيير لمشاهدة تشريعيات وإحدى التغيير أنا عندي خلفية تعي أنه ليس هناك أحزاب سياسية في الجزائر أكون عندي حكم قاسي شوية ولكن الأحزاب سياسية في الجزائر كلها عندها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع أصحاب القرار إذن أعتقد أن أغلبية الأحزاب السياسية ستهرول للمشاركة في هذه حتى الأحزاب المعارضة؟ حتى ما يسمى لكن حزبين ثلاثة أحزاب ربما لا تشارك ولكن أنت تعرفين أن الانتخابات التشريعية يعني كل الأحزاب تحلم أن يكون لها رصيد كبير في المجلس الشعبي الوطني هناك أموال ضخمة تضخ في هذه الأحزاب avoir des députés c'est important les carrières les cadres des partis politiques donc ils vont pousser ils vont pousser à ce qu'il y ait beaucoup de participation parmi les partis politiques ce n'est pas un rapport de force il faut il faut transformer le rejet en projet le projet politique il n'existe pas حركة مجتمع qui تشوف qui تشوف حركة مجتمع qui تشوف qui تشوف على سيف sur la وقت un حرك qui تشوف تشوف الانتخاب تشوف مع الحكومة بعد زادو خرج عودو لأو الحرك لأو الحرك لأو الحرك أدلش لق لأو الحكومة لأو الحرك لأو الحرك نظام لأو الحرك لأو الحرك لأو الحرك لأو الحرك لأو الحرك لكن adjusting مجتمع قوة السياسية elle va imposer elle va s'imposer كما interlocuteur incontournable du système يَا السيستام يَا النظام لا تنجمش تخدم وحدك لازم تهدر معنا فلا ببولستان لحفقت النظام النظام لها لازم لحقت متأخر وحنا لحقنا لهاية الهصاب صح نكملو نمتلكم الكلمة لكن مش وقت طويل بزاف سامير بالعربي تشارك في انتخابات الشرائية إذا كانت يعني في الأيام المقبلة أو لا في المرحلة المقبلة لإحداث التغيير كان يقول لك لازم نشاركه باش نحس التغيير والطبيعة لا تحب الفراغ شوفي الحديث الشريعيات سابق لأوانو لا يمكن الحديث عن مشاركة مع أجهزة النظام ومشاركة مع النظام في وضع كله مغلق يعني ما تقدرش تقبل تشارك في وضع ديمقراطي وهو مكانش ديمقراطية ما الذي ستغيره في البرلمان راح تكون رقم إضافي في مجموعة البرلمانيين وكل المشاريع التي سوف تمر تحسب عليك لذلك قبل الذهاب إلى تشريعيات يجب الحديث هل تشريعيات هي الحل هو عدنا من سبعة وتسعين وإحنا لغاية اليوم وإحنا نديره كل خمس سنين نديره انتخابات برلمانية هو الحل إذن الحل هو أولاً أن يدرك أصحاب القرار إن ما زال هناك رجال صديقون في أصحاب القرار أن هذا الوطن يجب أن يعود إلى أهله هل ما قلناش سلموا الحكم لفلان وفلان سلموا الحكم للشعب الإرادة الشعبية كيفاش يسلموا الحكم للشعب كيفاش عملياً ألياً 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 هو دي باطويل ولكن نختصروه مدام ما عنديش الوقت بزاف اليوم عدنا قبل الدهاب إلى أي خطوة يجب أولاً اتخاذ إجراءات تهدئة تخلي المواطن يحس باللي كناك نوع من الثقة ما بين الحاكم والمحكوم تخلي المواطن الجزائري يستطيع أن يعبر عن رأيو بكل حرية وبكل ديمقراطية تفتح كل وسائل الإعلام الملفضاء السياسي أنت على بالك باللي أنت ممنوعة من تغطية أي نشاط غيرك من الأحزاب ممنوعة من الحصول على قاعة لإجراء محاضرة أو لنشاط سياسي محاصرين إحنا أو لنشاطة محاصرين في كل مكان وين إجراءات التهدئة أيضاً إطلاق صراح كل المعتقلين توقيف المتابعات توقيف الاعتقالات توقيف المحاكمات جوا من التهدئة تخلي هناك ثقة بعدها إجراء حوار حقيقي جاد وبناء حوار دادوة وطنية دادوة وطنية ما وش دردشة ما وش ما انتهروا عندي القسر الرئاسة تشير معي قهوة تخرج تهدر مع هذي لا لا حوار حقيقي جاد وبناء نظن باللي النية يجب أن تكون نية حقيقية موش نية مزيفة خلاف ذلك رح يتبقى الأزمة عميقة يروحوا للشريعيات يروحوا للمحليات لن نخرج من عنق الزجاجة لن نخرج من نقص الزجاجة شكراً ولكن نقول باللي بدامنا رأنا في سنة واحد وعشرين الأمل في التغيير مازال موجود والنظال سيستمر مع كل الجزائرين والجزائريات في الداخل وفي الخارج وقتل الأمل فينا مستحيل محاولة زرع اليأس مستحيلة خرجوا ليجينيرو كل خرجوا رؤساء الحكومة كل خرجوا المسؤولين فسيدين كل سيبقى الأمل في التغيير إن شاء الله في نفسي يقتع الأمل وكلمة إيجابية في كلمة أخيرة طبعاً الأمل يبقى قائمة في التغيير مدام كين رجال سيكون ذو مازالتر والأحلال وسنكون نغي القذ يعني أعتقد أن هذه العبارة لخصة كل شيء الجزائريين مازال فيها رجال مازال فيها نساء أحرار يمكن لهم بطبيعة الحال أن يتحملوا مسؤوليتهم تاريخية لأن الأزمة التي تعيش على الجزائر اليوم هي أزمة عامقة وأزمة خطيرة وتتمثل في إثبات الوجود لأن الجزائر أمام هي في منعرج خطير وفي مرحلة خطيرة إذا كان بطبيعة الحال الشعب الجزائري أنا أعتقد أن شيء اللي لحظناها على مدار سنتين يعني قريب من دخله في 22 فيفري 2021 تكون مرت سنتين على الانتفاضة الشعبية وعلى الثورة السلمية ثورة مباركة ثورة نبيلة يمكن أن تحقق التغيير طبعاً بحفاظنا على وحدتنا بحفاظنا على عزمنا وبحفاظنا على القطيعة الشاملة قطيعة أو طلاق بيننا كبرى مع السلطة أنا أعتقد أنا أعتقد لأن السلطة عندها استراتيجية وعندها خطة أنها بطبيعة الحال تغير الشكليات وتغير المظاهر ولكن المضمون والموضوع والعمق يبقى كما هو أعتقد أن لا انتخابات تشريعية ولا تأسيس أحزاب جديدة يمكن لها أن تحل بطبيعة الحال الأزمة التي تعيشها الجزائر يبقى الأمل قائماً في التغيير وسوف نواصل بطبيعة الحال هذه الثورة المباركة شكراً لعائلة الإعلامية وعائلة الخبر كذلك بالنسبة لرزق الله يرحمه شكراً سامير بالعربي ناشر السياسي اللي كان معنا وشكراً لحسن فرحاتي الممثل عائلات المختطفين اللي كان معنا في بداية الحصة شكراً خاصة لمدة تابعي غاديو أم بقاو معنا كل يوم اثنين على الساعة العاشرة ليلاً إلى اللقاء سيكون بقاو معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة